في سلاب والابن والروح القدس الإله الواحد الذي له كل مجد للأبد أمين النعرضة احنا هنتكلم مرة أخرى عن روح الإدانة عن فكر الإدانة أولا الإنجيل بيقول لنا أن الدينونة قد أعطيت كلها للابن من الذي أعطى الدينونة لابن الآب لماذا؟ لأنه ابن الإنسان فلأن الابن ظهر في الجسد وعاش في ظروف هي ظروف البشرية وشبهنا في كل شيء ما خال الخطيئة وحدها شبهنا في أتعاب الحياة في معاناة المواجهة مع الناس مع الأشرار في أنه يجوع ويعتش ويتعب صار إنسان بكل ما تحمل الكلمة معنا ومع هذا رغم أنه شابهنا في كل شيء إلا أنه لم يشابهنا في الخطيئة ده بقى اللي قال عنه الرسول بولوس بسبب الخطيئة دان الخطيئة في الجسد يعني إيه دان الخطيئة في الجسد؟ يعني اتنين تلامزة في نفس الظروف والإمكانات دخلين الامتحان مع بعض التلميذ الأولاني ينجح والتلميذ الثاني ما ينجحش يبقى التلميذ اللي نجح بيدين تقصير التلميذ اللي ما نجحش ليه؟ لأنه هو نفس الظروف نفس الإمكانات ومع هذا فهذا بنفس الإمكانات اللي أنجز بها الآخر هو لم ينجز فيبقى هذا بيدين ذاك مش هو بقى اللي بيدينه لا نجح نجح هذا التلميذ بيدين عدم إنجاز التلميذ الآخر فإذن يعني إيه بها دان الخطيئة في الجسد؟ يعني هو عاش في ظروف تشبه ظروفنا بكل المعاني واجه كل شيء بما في ذلك التجربة أو في ذلك الظلم ورغم هذه المواجهة هو أنجزة يعني يعني جاذ المواجهة بنجاح استطاع مع هذا النجاح إنه يواجه الناس اللي حواليه ويقول لهم من منكم يبكتني على خطيئة؟ طبعا لو كان حد فيهم قادر يمسك عليه خطيئة ما كانش في قوة الفرصة ولكن هو جازل الاختبار في الجسد بهذا النجاح بلا خطيئة فإذن بصفته ابن الإنسان بهذا الشكل إنجازه نجاحه في إنه يعيش حياة إنسانية بلا خطيئة أدانت بنفس المثال اللي شرحت الوقتي الخطيئة والإنهزام قدام الخطيئة اللي البشرية عيشة فيه فلأجل الخطيئة دان الخطيئة في الجسد قدم النموذج الإنساني الناجح اللي بيدين بيحكم على النموذج الإنساني الفاشل بإنه ما لكش حق إنك تفشل فهمت بقى يعني إيه دان الخطيئة في الجسد لأنه الحجة اللي الإنسان دائما بيرددها هي أنا غصب عني أنا إنسان أنا مش ملاك طيب إنت مش ملاك أو الإنسان يسوع المسيح أو واجه كل مواجهاتك ودان الخطيئة في الجسد فيبقى الحجة بتاعتك والتأصير بتاعتك بلا معنى بدليل الإنسان يسوع المسيح أنجز بنجاح فهو لأنه دان الخطيئة في الجسد ولأنه تمم مشيئة الآب بالصليب من من أجل أن يواجه الموت وبالتالي يهزمه لذلك رفعه الله وأعطاه اسم فوق كل اسم مين مين اللي ترفع ابن الإنسان لأن ابن الله يترفع يروح فيه ما هو ابن الله ما هو هو آخر حاجة لكن مين اللي ترفع ابن الإنسان اترفع إلى كل مجد مجد الله فلذلك رفعه الله وأعطاه كل أعطاه اسم فوق كل اسم لكي تجسب اسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو الرب هو رب في مجد الله الآب وأعطي الدينون يبقى الوقت هو أخذ سلطان الدينون من الله الآب بحق ليه لأنه واجه الخطية في ظروف حياة الإنسان وانتصر وشابهنا في كل الظروف ولم يشابهنا فيه الخطية إذن فهذه الدينون أو هذا الحكم يعني أو هذا القضاء هو بعدل وبشهادة الله الآب بتأييد من الله الآب أنه واجه بقى ده مع الدينون اللي بيعملها إبليس عشان نقارد إيه الدينون اللي بيعملها إبليس الدينون اللي بيعملها إبليس أنه يوقعك في الخطية ولما يوقعك في الخطية يعيرك بالخطية يقولك يا غلطان يا خاطي يا يا ساقط يا فاشل يا شرير فهو بيدينه بيحكم وبيحكم بس مش عدل ده بقى ده بظلم ليه لأنه ده هو اللي وقعك في الخطية وبعد ما وقعك في الخطية بيدينك بالخطية طب هو بيعمل كده ليه عشان يكسرك تحت الخطية يكسرك يعني إيه واحد يقنعك أنك لن تخرج من تحته وأنك اتنين مهزوم أمامه وتلاتة بقى أنك شرير زيه يعني بش هو بس اللي شرير لوحد فهو بيتبرد في إنه جعلك أنت كمان تعمل اللي هو بيعمله فزي الطالب المخفق يروح لأمه يقول لها أنت عملت أيت ولا أنا سقط في الامتحاد ونص الفصل سقطين فلان وفلان وفلان سقطه ففلان وفلان وفلان سقطه في الامتحاد بتديله إحساس بأن ده مبرر ما نص الفصل سقطين ده مبرر فأنه يفش للإنسان ويسقطه في الخطيئة ده بيديله نفس الفكرة يعني نفس المنطق المبرر أنه أن البشرية أيضا الإنسان أيضا اللي خلق هو كمان على صورة الله هو التاني بقى زيه بقى بيخطئ زيه لكن فيه هدف كمان بقى رابع وهو أنه بيقاوم ابن الله يعني إيه بقى بيقاوم ابن الله العاد الجديد بيقول لنا الكل به بالكلمة بالابن وله قد خلق فالخليقة أنا أنا اتخلقت حتى أكون للابن اللي هي فكرة العروس أن أكون له فهو بيقاوم الابن بأنه بيأخذ منه العروس يأخذها منه إزاي بيجعلها لي بيجعلها إزاي إنه يوقع في الخطيئة اللي هي ما شئته فالعروس بتاعتك بقت لا تطيعك وبتطيعني أنا اللي هو البعيد يعني طب ما هو كده اسمه وقحة في الخطيئة بعد ما يوقحها في الخطيئة بيعاير البشرية وبيعاير بيقاوم الابن بهذه المعاير أهو الإنسان أهو أهو هو كمان فالإدانة هي نوع من المعايرة يشتكي على إخوتنا نهارا وليلا أهو ده يشتكي يبقى هو بيوقعك في الخطيئة وبيعيرك بالشر اللي هو يوقعك فيه وبالمعايرة دي بيشمت فيك وبيعاير بيك الابن اللي أحبك ودعاك شايف بقى الفرق بين دينونة التي أعطيت للابن وبين الإدانة المعايرة على الخطيئة اللي بيعملها إبليس وبيعاير بيها الابن القدوس أنا بقى الإنسان ابن الله اللي هو أحبني واللي أنا بحبه واللي أنا بخدمه واللي أنا صبح ودور وليل بقوله أنا لك ولغيرك لن أكون لما لما بدين أنا بشترك في المعايرة بتاعة إبليس بشترك في عمل إبليس اللي هو بيعاير بيه صلاح الله طبعا قبل بس ما أكمل الناس كلها مستهينة بخطية الإدانة ومستهينة بمسك السيرة ومستهينة مستهينة بإصدار الأحكام على الآخرين ومن ثم أديني قلت لك أو أنك حينما تدين غيرك أنت بتشترك في معايرة إبليس لمحبة الله ولصلاح الله وبتشترك في تثبيت مشيئة إبليس أنه خايب الإنسان يعني وساقط ومفيش فايدة فيه هو عارف ليه بقى مفيش فايدة فيه عارف هو كان بيسمع كلامك كان بقى حل لكن لأنه بقى مش بيسمع كلامك أو لأنه مش تلميذك أو هو مش خاض عليك أو هو مش ماشي وراك أو هو مش بيقلد أعمالك شايف الكبرياء ما هي تقليد لإبليس إبليس بهت عليك إنك بالدين معناه إن إبليس بهت عليك بما فيه وبالكبرياء اللي فيه وبالشكوى اللي فيه وبالمعايرة لصلاح الله اللي فيه فيه شبابي رحت أصلح العربية بتاعتي والميكانيكي ما فتح شيء اتأخر يعني وقفت في الشارع فجاء سائق العربية التريلة يعني كبيرة ونزل واتكلم مع الجيران وهو بيتكلمه وشده مع بعض وعادي يزعق ويتخانق بطريقة يعني انفعالية ملت الشارع صخف فأنا واقف أتفرج فأنا واقف أتفرج ابتدأت أفكاري تدين الرجل اللي بيزعق ده يعني انت ما وحيموت روحه زي تدين الغضب ودين الكبرياء والدين اللي هو بيعمله المؤام ان روح الرب يكلمني وقال لي يا اخي ارحم هو ده اللي أنا علمتولك قلتا هعمل يا رب يعني صليله اصلي اصلي الواحد في الشارع ما عرفوش ولا عرفوش كم مؤمن ولا مش مؤمن قال لي ايه يا سيدي صليله ورش علي دم يسوع الحادث دي فت على 40 سال فانا اطعت الرب وبدأت اصليله وابعت عليه غفران دم المسيح فصلي زي باطيع باطيع صوت راقل فانا لما عملت كده ما تعرفش ايه بقى كيف اتى سلام الله والخناء وقفت للتو في ساعتها وهي دي الراجل وراء وكل حي ولك انه كان فيه زعب رب يكلمني قال لي شفت انت كنت بالدين ودلوقتي لما اطعت ما شئتي وقفت الخناء انت حينما تدين انت تشترك في عمال ابليس اه بس انا ما بفتحش بقش لا تخرج كلمة خاطئة من فمي جميل وهو بقى ده موضوع النهاردة وده الفرق بين الدرس بتاع النهاردة والدرس اللي اتكلمنا فيه قبل كده عن الدينونة الرب قال ان بالدينونة التي بعت دينون تدينون يعني بما انك نطقت خلي بالك خلي بالك من المحددات اللي هقولها دلوقتي بما انك فتحت فمك ونطقت وقلت هذا الشخص بيعمل وصفته وهكذا انت اديت لابليس فرصة عليك انه يوقعك في نفس الخطي لان بالدينونة التي بها تدينون تدينون وكلمة اللي اللي انت قلت هتتقلك هتتقل عليك ده كل ده شغل إبليس مش ربنا اللي بيعاقب الولاد وانك عشان دينت انا هخليك تعمل خطيها كل يعني 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 يعيرك بكل الخطايا اللي اللي هو لسه القانون في قانون تاني فيقولك إن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم وانا ما غفرتش منت عملت دين هو معنى اننا بدين انني لم أغفر له هو مغلوط ش في حقي ايما هو مغلوط ش في حقي هو غلوط في حقي غيره بس هو غلط الله هو هو المطلوب مني إن نغفر الخطية اللي اتعاملت في حقي واغفر الخطية اللي اتعاملت في حق التاني طب نشوف هو غفران المسيح غفر خطيتك ومغفرش خطية التاني لا غفر خطية التاني غفر خطية الآخر طيب إنت المطلوب منك إنك تبقى من المسيح يعني ايه بقت المسيح يعني تغفر يعني زي ما انت مترجي الغفران لخطيتك اللي تعباك وابليس بيشتيك عليك بيها يبقى انت كمان لازم لازم تغفر للاخر يعني ترش دم يسوع الاخر يعني تطلب الغفران للاخر انت عرفت بقى ايه سر ان ابليس مش مبطل انه يعيرك بالخطايا اللي انت عملتها حتى وانت صغير في السن حتى وانت وما كنتش مؤمن بالمسيح لانه بالدينون التي بيعت دينون بس وق مش قادر يوقعك في الخطية لانك انت ما فتحتش بقك طبعا لو انت بقى اتكلمت يعني طبعا موقفك هيبقى مش كويس ابدا ابليس هي هي مرمطك يعني لا انت ما تكلمتش انت بس في فكرك لم تغفر له وادنته على الخطايا استنى استنى هو عمل خلط ولا عملش اه عمل غلط وعمل غلط جسيم ولا ما مش جسيم اه عمل غلط جسيم طبعا انا انا ايه يعني حيوان مش بيشوف مش بيحكم لا انت انسان بس حضرتك لم تعطى لك سلطات الدينونة هالدينونة اعطيت للابن بس فانت دلوقتي لما بتدينه بفكرك انت اولا بتشترك في اعمال ابليس بس بفكرك ثانيا انت بتتجاوز صلاحيات الابن ثالثا انت ما بتعملش عمل الله ما بتعملش عمل المسيح اللي هو ايه انك ترش عليه دم يسوع للخلاص امان اصلي رشد كتير قوي وهو مفوش فايدة انت اصدرتك حكم انه مفوش فايدة كمان لا انا مش قصدي مفوش فايدة يعني انا قصدي ان الصح انه بدل ما تقول لي رش عليه دم يسوع تقول لي صلي ان المسيح يقدفه عشان يتوب ايوة انا مش قصدي وحش انا لا مش بطلب التأديب انتقام لا سمح الله منه ولا حاجة ولا ايدانة ولا لا 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 انا بطلب بطلب له التأديب بصلي ليه الونار واطلب له التأديب ليه اصلا انا قديس وبدور على خلاص النفوس فانا عارف عارفه كويس قوي ان ده ما يجيش غير بالتأديب هدي حكم جديد حاضر وبعدين بقى وبعدين بدل ما اطلب ارش على دم يسوع انا بطلب له التأديب عشان يخلص طبعا مش ده اللي هيخلصه وده اللي بيورطك في انك تتجاوز صلاحيات الابن وتشابه ابليس وعمر بقى ده ما هيخلصه هي الخطيئة بتاعتم ده اكاوية اه بصراحة اه طيب دلوقتي عندك مريض في البيت وانت مش عايز تتعدي بيه تجنب العدوى وعالجه ما انت لما تتجنب العدوى النهاردة هتتعدي بكرة لكن انت عايز تجنب العدوى تجنب الشر بتاعه بس عالجه عالجه ايه اللي هيعالج الخطيئة دم يسوع ارسل عليه غفران دم يسوع انت بقى لما تعمل كده تتشبه بالمسيح و ما تقعش تحت الدينونة و الشر بتاعه ما يجيش عليك و بترسل عليه قوة الله دل خلص طب ايه رأيك بقى ان انا عملت اللي انت بتقوله ده قبل كده معاه او مع غيره وفي الاخر برضو هو ما خلص على الاقل انت خلصت يبقى احنا عندنا احتمال ان نخلصه لم نضيعه فاذا لم لم يكن هو من الخلاص لاي سبب فقد نجيت نفسك نجيت نفسك من انك تكسر الوصية وتاخد مكان الابن في الدينونة نجيت نفسك من انك ابليس يهريك بقى دينونة جواك برضو هو التاني عارف عارف كل الخطايا بتاعتك عارف اللي اشتا ومسجلها وحافظها لان هو لمقعك في الخطايا هو لنصبلك الفخ اللي خلاك تكلمت بالطريقة الغلط اللي انت كل ما تفتكرها تبقى يعني حاسس بال بالدينونة وتبقى نجوت من انت تشبع ابليس وانك تمجد اعمال ابليس الشريرة في احتمال خمسين في المية انه ان التاني يستفيد وينجو بس في احتمال مية في المية ان انت حتنجو من الدينونة طب انت عايز مني ايه بقى الوقتي ولا حاجة عايزك تبقى مسيحي حصلت انك بتصدر حكم عليه ان انا مش مسيحي لا انا عايزك تبقى مسيحي حسب الانجيل طبعي الوقتي طبعي الوقتي هو عمل موقف موشين يعني ابليس عارف يوظفه في الشر ايوه يا سيدي انت كن من المسيح ورش دم يسوع على نفسك انك ما تحكمش عليه ولا تدينه ولا تغطاز من خطيته اللهم كمان عايزنا ما تغص ما هو الاغتياز معناه انك انك ما غفرت لهش اللهم اغفر له ايه ما انا مش هو ما اغطاش في حقيقة انا ايوه يا سيدي ما انا لسه ايلا هو دم يسوع المسيح غفر خطيتك لوحدك ولا خطيتك خطيت الاخر يبقى دم يسوع المسيح لغفران الخطايا ده يتطبق على خطيتك ويتطبق على خطيت الاخر لو ما طبقتوش على خطيت الاخر يبقى مش هيتطبق عليك لانه ان لم تغفروا لنا الزلتهم لا يغفر لكم ابوكم السماو زلتكم وتفضل بقى الخطية اللي انت ما غفرتها لوش قاعدة تشتكي عليك وتعطى للبركة وتخلي ابليسي اخد فرصة عليك و في خطية في فكرك لم تغفر بسبب الادانة كن ابن لله كما يحق لانجيل المسيح وطول ما انت ماشي رش دم يسوع على خطايا الاخرين فيرش دم يسوع على خطيتك انحاز لمشيئة الله ده لانه ابن الله اظهر لكي ينقض اعمال ابليس يبقى الخطية دي اللي اخوك بيعملها دي دي اعمال ابليس ايوه انا عارف ان اعمال ابليس طيب الدور بتاع ابن الله اللي انت بقى مفروض تبقى شريك فيه انك تهد اعمال ابليس مش انك تكبر اعمال ابليس تهد اعمال ابليس انك ترش دم يسوع الله دي انا كنت فاكر ان الصلاة الشفاعية دي للمؤمنين وبس اه للمؤمنين دي مضمونة الاستجابة لكن انا لازم اصلي من اجل الخطا ولتكن بقى مشيئة الله وعدلته قد نجيت نفسي اخر حاجة بقى اقولها لك انت عايز تخدم كويس اوش طب عايز تخدم ليه عشان يرجعوا من من اين من سلطان ابليس طب عشان يرجعوا من سلطان ابليس لازم ياخد غفراء الخطايا طب وياخد غفراء الخطايا ازاي او انت هتوصل لهم غفراء الخطايا ازاي وانت ما بتغفرشه بالدين يعني ايه يعني طول ما فكرك فيه ادانة فهذا سيعوق سلطانك وعمل الله فيك ليه خلاص الذين تريد ان تخدمهم شفت بقى ابليس بيشتيكي عليك ليه شفت بقى ابليس بيعيرك بخطاياك القديمة ليه شفت بقى خدمتك مش عارفة تخلص النفوس ليه كل ده مرتبط بفكر الادانة اما الان فلتكب محبة الله الاب ونعمة ابن الوحيد يسوع المسيح ربنا وقوة والشركة وفرح الروح قدس تثبت فيكم تدوم مع جميعكم المجد الاول مسيح امين